بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبه نستعين شكرا لجميع الزملاء الذي سبقوني بالوصف والتعليق على أشواطنا السابقة على بركة الله أعلنت هذه الانطلاق أعلنت هذه البداية مع بداية شوط الختام ومسك الختام مع منافسات اللقاية وتحديات اللقاية انطلق على بركة الله الشوط العاشر وهو الخاص باللقاية القعدان المفتوح مسافة الأربع كيلو مترات مع فئة اللقاية حيث نلتقي من جديد في انطلاق جديد هنا مع هذه الأصائل مع هذه الأسماء المنطلقة الباحثة عن النوماس الغالي الباحثة عن الانتصار الثمين وهو واحد من بين هذه الأسماء يكون بطل لهذا شوط بداية شوط المركز الأول مع البداية شعار شواش ولكن هجن الرئاسة من بدأوا الآب التغيير مع المركز الأول ومع الصدارة الأول مع المركز الأول مع أهم الأول بشعار هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مرشد يتابع لنا هملول مع المركز الأول ومع الصدارة الأول بينما النقلة والانتقال إلى ثاني المراكز شعار شواش وشعار مصفر بن يحيا بن سالم آل سليم مع المركز الثاني مع شواش بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث من يصل إلى شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود مع ملبي على المركز الثالث بمتابعة فالح بن حمود اللي بلوي يتابع لنا ملبي على المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت هجن الرياسة هنا على المركز الأول وعلى المركز الثالث على المركز الرابع ليبدأ التخطيط ليبدأ التكتيك مع أصيل هجن الرياسة بمتابعة بن مرشد أيضاً على المركز الخامس هجن الرياسة وصل هنا مواجه بشعار هجن الرياسة الشعار الأحمر القادم مع المركز الرابع ومع المركز الخامس بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد يتابع لنا ويراقب لنا هجن الرياسة إذن مشاهدين الكرام هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى الخمسة الشعارات المنطلقة المتواجدة في بداية الشوط وفي قمة الشوط نعود مع المركز الأول بعد ما اختتمنا النداء مع هجن الرياسة نعود مع هجن الرياسة على المركز الأول وعلى الصدارة الأول مع هملول 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 بشعار هجن الرياسة الشعار الأحمر المتواجد على الصدارة الأول مع المركز الأول مع الصدارة الأول مع البداية يقود هذه الأسماء بسيطرة رياسية على المركز الأول ولكن لا أمان إلا بعد خط النهاية لا أمان إلا بعد خط النماس من القادم وصل التعزيز وصل الدعم الآن مع مواجه هجن الرئاس بمتابعة بن مرشد حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد هنا من يتابع لنا مواجه ويتابع لنا هملول على المركز الأول وعلى المركز الثاري بدأ بالانطلاق الآن بدأ بالتحدي الآن مع الكيلو الأخير دقة أجراز هذا الكيلو الأخير هذا هو كيلو الإقلاع جولة الأوامر جولة التعليمات ما شاء الله وتبارك الله سيطرة رياسية على المركز الأول وعلى المركز الثاري وعلى المركز الثالث ليؤكد لنا على قوة هذا الشعار على انتصار يسجل مع مواجه والعصى في البطان العصى قوس العصى تسلم على الغارب لصيل ينافس هذا المكان هنا مع هذا الزمان مع هذا الانطلاق يا حمدان يا بن محمد يا بن سعيد يا بن مراشد ماذا أنت بفاعل هنا مع هذا الانتصار مع هذا المساء مع هذا الانطلاق الشعار الأحمر أحمر خطر عبر إلى النماس عبر إلى الانتصار بدون أوامر بدون تعليمات هنا هنا مع هذا النماس مع هذا الانتصار الكبير مشكور 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 باسم الجمهور يا راعي مواجه هنا على المركز الأول وعلى المركز الثاني يتنافس على النوماس على الاتصار سلام عليك يا حمدان يا ابن محمد يا ابن سعيد يا ابن مرشد تنتقل السلامات إلى أبناء دولة الإمارات مع هذا الشعار الأحمر والخطر على المركز الأول مع مواجه بشعار هجن الرئاسة المركز الثاني حضر هملول بشعار هجن الرئاسة هنا لتكون ثنائية بشعار هجن الرئاسة المركز الثالث وصل شواش مصفر بن يحيى بن سالم آل سليم على المركز الثالث المركز الرابع شعار هجن الرئاسة على المركز الرابع مع أصيل المركز الخامس شعار اسهيل ابراهيم بن مهدي بن حسين آل صلاح إذن مشاهدين الكرام هكذا كان مسكو الختام مع شعار هجن الرئاسة سيطرة على المركز الأول وعلى المركز الثاني هنا لتتألق في هذا المساء مع النوماس ومع الانتصار لحظات النوماس لحظات الفوز الغالي هنا مع هذا البطل مواجه بدون أوامر وبدون أي تعليمات هنا على الإطلاق ست دقائق ثلاثة عشر ثانية ست أجزاء من الثانية المركز الثاني كان هو الحاضر هملول بشعار هجن الرئاسة ست دقائق أربعة عشر ثانية ثلاثين جزءا من الثانية المركز الثالث حذر فيه شواش مع المركز الثالث هنا من كان حاضرا على المركز الثالث بالفعل هو شواش أم هو عكاش بشعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع المركز الثالث ست دقائق أربعة عشرين ثانية ثلاثة وثلاثين جزءا من الثانية المركز الرابع أصيل بشعار هجن الرئاسة المركز الخامس حضره هو الفايز جابر بن علي بن سعيد المري إذن مشاهدين الكرام هكذا كان مسك الختام وكان الختام مع مواجه بشعار هجن الرئاسة ليتألق هذا الشعار الأحمر الخطير دائما وآبدا في هذا المساء تألق حاضر هنا في هذا المساء تهانينا وألف مبروك على هذا النوماز وعلى هذا الانتصار هكذا كان مسك الختام مع مواجه إذن مشاهدين الكرام تهانينا وألف مبروك إلى جميع الفايزين في هذا المساء وحضا أوفر إلى من لم يحالفه الحظ ترجمة نانسي قنقر